كما يا شباب سنحل النهاردة الشيط الجديد أول سيد بيقول لي choose correct answer ومديني graph بيقول لي أنا واحد في graph's Heist Variance هذا يعني القيم متفرقة قد ايه بالنسبة لمن يعني كلما يبقى variance عالي كلما القيم تبقى مفروضة على ال values بتاعتي فأيه القيم بتاعته عندها أعلى هنلاقلني هو triple i الكيرف ده كده تمام هدي ما ديني graph تاني بيقول لي any graph بقى في اللي فوق دول يشبه ده طب ده عامل ايه ده عنده ايه عنده Heist Precision مش كده فعيني graph في دول عنده Heist Precision اللي اللي هو ده عشانو قيم كلها بتاعته قريبة من المين بقى اوكي سي بي يقول لي الفينومنا اللي ال output device depend on whether the measured variable is increasing or decreasing ايه هي اسمها ايه يعني امتى ال output بيعتمد انا ماشي في الاتجاه ده ولا ماشي في الاتجاه ده لايه هي حاجة اسمها استريس انه هو لو انت ماشي القيم بتاعتك بتزيت بتبقى واخد كورف غير لو القيم بتاعتك بتقل بتبقى ماشي في كورفتين اوكي The deviation of sensitivity of the device from its idle value is called scale factor يعني انت دلوقتي لو عندك قدي ده اللي slope بتاعك يعني السنستيفتي اللي قلنا قبل كان السنستيفتي هي السلوب و تلاقي في الحقيقة ان السلوب عامل كده بالدفايز بتاعك تلاقي السنستيفتي تانية غير السنستيفتي الايدل بتاعك فالفرق بين التو سلوبس دول او الديفييشن اللي حصل ده بنسميه scale factor تمام يقولي ديشت الفرنير عندها ريدنج 0.03 mm when its jaws are fully closed الفاليو دي اسمها ايه انت دلوقتي فولي كلوز يعني مفوتة قرى صفر طبس انت area value فده اللي بنسميه zero error او ال bias يقولي ميجورة من الدفايز in a real time system should have low response time or high linearity يقولي real time system real time system يقولي انا محتاج ايه low response time مش عايز ال response time بتاعيه يبقى عالي عايزه يبقى low عشان في real time system امني ال properties d cannot be improved by calibration ال bias لا scale factor لا برده ممكن عمله calibration precision اه هي ال precision the accuracy the accuracy a sensor measures the quantity from zero to ten volt ايه ال number of bits اقدر استخدمها لو عايز ال resolution تبقى at least 0.001 حدوقتي شغالين sensor يعني انسوا ال ADC والDAC والكاللندر دلوقتي بيقولي من zero volt فنفطاد احنا نشتغل 4 bits فكننا حنيمش ازاي zero three point three ثاني 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 يعني ده كده ال 4 bits اللي هما zero 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 one two bits sorry ده شغالين two bits zero 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 one one zero one one اهنا في السنسور يعني في ال ADC والDAC كنا بيقول كلام تاني كنا بيقول ان اكبر value دي دي V4 scale نقص الدلتا والدلتا بتساوي V4 scale على 2 power n وكلام تاني لا هنا بقى ايه عندنا ال step بتاعتنا او resolution بتاعتنا three point three اللي هي كام عشعة الثلاثة صح؟ اللي هي ال range بتاعي على اربعنا اس واحد اللي هي الثلاثة دي اللي هي two power two minus one يعني two power n minus one يبقى resolution بتساوي range على two power n minus one اربعنا اس واحدة من الدين ال resolution اللي هو اعيزها 0.001 بتساوي 10 على two power n minus one حطعها الكالكليتور حالقل لان ال N بتساوي 13.3 .3 يبقى نعمل إيه شانه لنحصي الريزيوليوشن تبقى على الأقل 0.001 يبقى لازمي أخضي 14 أوكي اللي بعدها بيقول لي ايه بقى الاختوال الريزيوليوشن بعد ما خطار الابتroprate converitor يعني بعد ما خطارت الان باربعتاشر هذا الريزيوليوشن لسه 0.001 لقى الاحتوال رزيولوشن تبقى تغير شوية حسنًا؟ فأقول لك هاتهالي بقى فأرجع عوض في نفس القانون حاولي ان تساوي العشرة على 2 power 14 منس 1 عوض عوض 0.0006 لها اخر واحد تمام؟ ماشي يقول لي عندي بتنتشيومتر ومديلي بتاعته بتنتشيومتر ده بي اسانجلر بوزيشن يعني ده الانبوت بتاعي والاوت بتاعي فولت يقول لي بان الانجلر بوزيشن وايه الاوتوت فولتج يعني هتلسم الكلام ده غرافي مستخدم القوانين بتاعتها ما موجوده ايه في اخر الشيط الvariance ده القانون بتاعه والليس سكوار بجيب البي واجيب الام عشان نعمل معادلة y equal mx plus b مزبوط الام ده اللي هو اسلوب بتاعي ليه sensitivity يعني والبي اللي هي الحتة المقطوعة من الواي اكسس اللي هي برضه كنا بنو عليها البايس مزبوط والر والر دول بيعبروا عن اللوين بتاعي بيفيت الداتا يعني كلما القيمة دي تبقى قريبا من 1 كلما اللوين يبقى مور او الداتا بتاعتي يبقى تبقى مور لينيور اوكي تعالوا نحل المسألة اعمل ايه ده كده ال اكس وده كده الواي انا القوانين بتاعتي حلاقي فيها اكس بار يعني الافرنج حلاقي فيها اكس سكوار تمام وحلاقي فيها اكس واي ترامل ايه اجيب القيم دي كله اكس بار اكتب القيم دي كده اكتب الاخر اكس بار تساوي كام انت وانت بتحيله تكتب الجدول التاني انا اخدته كوبي كده وحطيته وكنت مجهزه بس انت تروح عامله تاني تكتب اكس بار بكام تاخد القيم دي كلها وتجيب لها الافرنج بتاعها يعني تقسمها وتقسمها لجموعة تطلع 137.5 والواي بور نفس الحكاية تطلع 7.25 ونعمل خانة تانية للاكس سكوار يعني ناخد القيم دي نعمل لها سكوار يبقى 625 والخمسين 2500 2500 والخمسة وسبعين خمسة ستة اتنين خمسة والمية اشار تلاف والمية خمسة وعشرين واحد خمسة ستة اتنين خمسة 150 مية وخمسين عليش الدنيا عندي مزنقة شوية بس المفروض كنا نكتبها تحت بعض يعني مية وخمسة وسبعين الميتين اتبعين الف ميتين خمسة وعشرين استعملوا كده ناخد الكلام ده على جنب شوية ميتين وخمسين يعني ستة اتنين خمسمية والميتين وخمسين ميتين وخمسة وعشرين لا سوري وافرج بقى الكلام ده كله ناخده برضو يعني نجمع كل الأرقام دي نجيب الأفرج بتاقها هيطلع اتنين اتنين خمسة زيرو زيرو كي ده الأفرج بتاع الأرقام اللي هالكس سكوير اللي هالكس سكوير بور والكس وي ندرب الكس في وي يعني ندرب خمسة عشرين في خمسة تبديني مية خمسة وعشرين خمسين في خمسة وعشرين خمسين في خمسة وعنص وهكذا نكتب هالكوا عشان نتبقى معاكم إنسان بقول تبعا كؤنا نعمل جدول يعني مسانة الدنيا عندي صعبة شاي نيشي نذا كده كل ده بعمل أي بضرب كل راكم في دول اكس في الواي اكس في الواي عدين الافرج اذه 7 اخير راحت 1097 ماريش انبغيزة شوية اوكي نحن اعمل ايه انا نحن نجيب البي والأم مظبوط البي والأم القانون هم فيهم ايه فيهم X bar square جبتها خلاص فيهم X bar فيهم R X Y فيهم Sigma X square فيهم Y bar فنجز يجب السيجما X square اللي هو في اول قانون ده يبقى روح كاتب Sigma X square 1 القانون بيقولي root واحد على N minus 1 يعني عدد العدد الارقام دول كام راقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى N minus 1 يعني تسعة واحد على التسعة Sigma N equal 1 حد N X N ناقص X bar كل square لكي أجيب X N يعني يعني قرية رقم N يعني تاخد ال 25 مرة وتنقصها من X bar وتعمل لها square أوكي زاد 50 ناقص X bar كل square زاد كل square زاد وهكذا حد الاخر وفي الاخر خالص تقسم على تسعة ناقص ناقص نفس الحكاية سيجما وي يبقى نفس اللي انا عملته بالزبط بس بدل ما هي اكس ان تبقى وي ان بدل ما هي اكس بار تبقى وي بار يعني تاخد الخامسة نقص نقص الواي بار 7.25 سكوير زائد الرقم ده نقص الواي بار سكوير وهكذا كل ده تقسمه على تسعة عشان تجيب سيجما وي بس مش سكوير يبقى تحت الجزر بتطلع معاك 1.47 جميل نعوض بقى في القوانين بي بتساوي وي بار اكس سكوير كل بار يعني اللي هي القيمة دي نقص اكس بار ر اكس وي على سيجما اكس سكوير تعود تطلع وي بار اكس وي بار اكس وي بار اكس بار وي بار سيجما اكس سكوير على سيجما الام نعوض باردو نجيب الار الار القانون بتاعه عندنا اهو واحد على سيجما اكس سيجما وي اكس 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 بار اكس بار اكس بار اكس سيجل بار بار اكس 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 هل هذه المسألة يكون لديه لانيار أو لا؟ وليه؟ نبص على الر الر 0.9 نقوله الر equal 0.9 close to 1 يعني قد يكون لديه لانيار نشان الر قريبا من 1 اوكي؟ جميل نخش على الوعداء نفس المسألة بالضبط بس أرقام تانية نضيف الوعداء وضيف الوعداء وضيف الوعداء وضيف الوعداء ويقولك في الاخر وضيف الوعداء يعني بضيف الوعداء على اكسل وضيف الوعداء يعني هذه المكده ذي طبعا مش هنعملها بس الباقي نفس الحكاية بالزبط هنمكن ايه؟ هنعمل برضو الجدول ده هيبقى ال x ده هيبقى ال y ونجيب هنا ال x bar هتبقى 1.96 نجيب ال y bar هتبقى 6.74 ونعمل x square ونعمل x y ونحط الارقام دي بقى كده نعمل الجدول برضو نملاه انا مش هعمله بقى بس ممكن اديكم الارقام يعني هتلاقي ال x square bar بتساوي 4.267 هتلاقي ان ال r x y بتساوي 14.549 هنلاقي ان السيجما اكس بتساوي 0.6883 سيجما y بتساوي 2.283 ال b لما تعود في القانون تتلع 0.514 وال m لما تعود تتلع 2.825 فهو طالب منك اول حاجة فتروح اقيله ان ال y بتساوي ال m بتاعتنا اللي هي 2.825 x بلاس ال b اللي هي 0.514 ده كده اول حاجة السنستيفيتي تقوله انها السلوب اللي هي اللي احنا جايبينه اللي هي 2.825 ميلي فولت بر جرام شنو مردي كايليونت ساعت تحطه هنحطنا عشر مرة فاتكة هفو ان نكتابها برد السيل اللي هي offset بايس بيبقى ايه ال b اللي احنا جبناها اللي هي بكام 0.514 دي بيقوله ال r ال r equal 0.852 اللي احنا عصبناها close to one يبقى could be considered linear لين